موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى كلام بيروت لا تزال العملية التفاوضية الجارية بين حزب الله و جبهة النصرة في صدارة صحف بيروت التي واكبت أيضا تحضيرات الجارية للاحتفال غدا بعيد الجيش وفي الشأن الإقليمي برزت زيارة قام بها زعيم العراقي البارز مقتد الصدر للسعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كلها عنوين وغيرها بالطبع سأتابعها مع ضيفتي كبيرة المراسلين الديبلوماسيين في نيويورك زميلة راغدة درغام صباح الخير صحيفة الحياة طبعا أهلا وسهلا بك طبعا صحيفة الحياة يلي اليوم خصصنا جزء كبير من الحلقة لعرض مقالات فيها سواء كتبتها حدثتك أو جديدة تتعلق بالمتوقع من المعركة على داعش ولكن سأبدأ معك بي عنوان عريض عنوان المرحلة التي نحن فيها اليوم استوقفني مقال كتبتي قبل أسبوعين اعتبرتي فيه أنه نتجه نحو مرحلة صعبة قراءتها معقدة لأنها برمتها بالبقعة الرمادية بعد أسبوعين منها الكلام ما زلنا ندور بتلك المرحلة الصعبة بالتأكيد ما زلنا في البقعة الرمادية لأن قراءة ما يحدث صعب جدا ولأن هناك بلبلة ما بين المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية من جهة وفي العلاقة الأمريكية الروسية من جهة أخرى أنما العنوين بشكل عام تفيد بأن المحاولة مستمرة لصفقة أمريكية روسية بالرغم من كل ذلك التفاوت والتوتر في العلاقة وتفيد أيضا بأن الإدارة الأمريكية في الواقع تحدثت كثيرا عن جديد في سياساتها نحو المنتقى بما في ذلك نحو إيران بما يختلف عن سياسات باراك أوباما ولكن يبدو حتى الآن أن التنفيذ يختلف عن التواعد والوعود والتوعيد سندخل بتفاصيل هذا الملف من زوايا كيفة ولكن أشارتي لصفقة دائما نحن في لبنان عندما نسمع صفقة نخاف أن تكون على حساب لبنان هل الخوف اليوم بمحله؟ يعني لبنان جزء مهم وليس أساسي في المفاوضات وأساسي بقدر ما يهم إيران أن يكون حزب الله مضمونا وعلاقاته يعني وضعه داخلي مرتب ووضعه أيضا داخل سوريا أيضا له علاقة بالمشروع الإيراني وبالتالي ليس هناك انصباب دولي على لبنان كلبنان وإنما هناك نوع من التوافق الدولي بأنه من الضرورة عدم تدهور لبنان إلى انفجار أمني بالذات أعتقد المشكلة كما تحدثنا أنا وأنت في السابق ليست فقط ماذا ينظر العالم كيف ينظر العالم إلى لبنان وإنما أيضا كيف ينظر لبنانيون إلى أنفسهم وماذا يفعلون ببلدهم أعتقد يعني في الواقع يبدو لي أن الموضوع السوري والعراقي واللبناني واليمني كلها مواضيع مرتبطة ببعضها البعض العنوان الأساسي في السياسة الأمريكية ما زال محاربة الإرهاب ومن أجل ذلك الهدف نرى أن هناك تتبرر كل الوسائل من وجهة نظر الأمريكيين بالذات يعني يرون أن كل ما يتطلب تحقيق هدف القضاء على داعش ومشتقاته ورجبة النصر أيضا كل ما يخدم ذلك هو مقبول ومرحب به لأن دونالد ترامب الرئيس الجديد وليس جديدا يريد أن يعلن أنه انتصر وأنه حقق الاتصار على داعش حتى لو كان الطريق التحالف مع الخصوم التقليديين الولايات المتحدة بيوفيهم إيران يعني هم لا يسمونه تحالفا الجديد ليس في أن هناك تحالف مع إيران أو مع حزب الله هناك تقاطع بصالح هناك صمت هناك تمرير لأمور كانت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب قد وعدت وهددت بأنها لن تسمح بها وحتى مطلع تشكيل إدارة دونالد ترامب من أركان معروفين بأنهم كانوا في العراق رجال العسكر إذا شأتي كانوا عازمين على أن تكون هناك سياسة جديدة نحو إيران ميدانيا في سوريا وفي العراق يبدو أن هناك الآن وأنا أتردد في الحسن بأن أقول تغيروا كلياً وتبنوا سياسة باراك أوباما التي كانت محتضنة تماماً لإيران أتردد في ذلك لأن هناك خلاف داخلي دائم بين أركان إدارة دونالد ترامب ولأن الولايات المتحدة تتصرف كما ذكرت على أساس المصالح المصالح المؤقتة والمصالح البعيدة المدى من تسرع الحسم بأنهم تراجعوا كلياً عن السماح لإيران بأن تستولي كان بصورة مباشرة أو عبر حلفائها على الأراضي التي يتم تحريرها من داعش والنصر وأمثالها ولكن عندما تنظرين إلى الخريطة ميدانياً تقولين أين هم إذا كان ذلك هدفهم عدم السماح لأن تحتل إيران وحلفائها لأنه أعتبرت أنه عم بيكتمل إذا واحد نظر إلى التفاهمات كتبت بمعالك إلقاء نظرة ميدانية على جغرافيا الأراضي المحررة من داعش في العراق وسوريا تفيد أن جغرافيا الهلال الإيراني تكتمل عملياً على رغم كل الكلام المعصول والتهديدات والعقوبات صحيح هذا في مقالي في الحياة مقالي أسبوع نار جمعة فما زلنا في حالة الفرز ولكن ميدانياً تشير الأمور إلى أولوية أمريكية قاطعة هي مكافحة الإرهاب والطريف أو ليس طريفاً المثير للانتباه هو أن الطرفين مثلاً الإيراني والسعودي يقدمان نفسهما إلى الولايات المتحدة وغيرها بأنه هو القائد في مكافحة الإرهاب يعني هذا ليس جديداً مكافحة الإرهاب سمعناها في عصر في زمن جورج دابولي بوش الرئيس وقبله بالتأكيد هذا ليس جديد كان يسميها الحرية وقال أن الحرب في العراق كانت من أجل مكافحة الحق الهزيمة بالإرهاب بعيداً عن المدن الأمريكية وكلهم يفعلون ذلك كلهم يفعلون يبعدون مهمة مكافحة الإرهابيين في بلادهم عن مدنهم ويصدرونها إلى المنطقة العربية لأنها تتقبل للأسف ذلك لتلك المهمة فيها تربة خصبة تنمو فيها يعني مثل هذه الأمور وطبعاً تربة أيضاً في المنطقة الشرق الأوسط ككل تربة مذهبية هناك تتوظيف للخلافات المذهبية نعم السن الشيعي بالتأكيد هذا أيضاً ليس جديداً على السياسات الأمريكية تلك الدائمة وتلك التي تتبنىها إدارة بعد إدارة كنا نتمنى أن تكف الولايات المتحدة ما بعد عهد أوباما الذي أجج الصراع المذهب السن الشيعي بسياساته لمحت إدارة دونالد ترامب بأنها لن تفعل ذلك لأنها ستساوي ما بين الطرفين وسجلت نقلة نوعية في العلاقات التقليدية مع الدول الخليجية عكس ما كان يفعله باراك أوباما كل هذا حدث ولكن ما زلنا نركز حالياً على المرحلة الميدانية الآنية الآنية سنرى ماذا سيحدث ما بعد ذلك لأن الفرز مستمر في العراق في سوريا في لبنان سنتحدث عن العراق والسورية بشكل مختلف ونعود حينما تريدين إلى موضوع لبنان إلى موضوع لبنان ولكن لنبقى بما كتبت بمقالك الجمعة الماضي بتقولين من المفيد للدول العربية توخي الحذر لأن بالاعتماد على الوعود الأمريكية مقامرة ومغامرة قمة أرياض أخذت وعود من ترامب واقع الأمر الميداني يوحي بأن إدارة ترامب إذن تبنت فعليا سياسة إدارة أوباما في سوريا وكذلك في العراق يعني كلامه لترامب برأيك يختلف عن سياسات إدارته الميدانية شو اللي لازم يصير كي مثلا نلمس أو نتأكد أن هناك تغيير بسلوك الإدارة الأمريكية أنها استعادت التوازن مثل ما نبدأ نعود إلى موضوع يعني الجغرافيا إذا كانت هناك صفقة أمريكية روسية تسمح لإيران بتلك الممرات الضرورية من العراق عبر سوريا إلى حزب الله من أجل ما يسمى بالهلال الفارسي إذا كانت هناك صفقة أمريكية روسية تسمح بهذا الشيء هذا بالتأكيد ليس نبرة التي تحدث فيها الرئيس دونالد تروب أثناء رقائه القيادات السنية في قمة طوح إحدى قمم الرياض أنا لا أرى هناك مؤشرات على انضمام كل من السعودية وإيران إلى تلك الصفقة التفاهمية ليت ذلك يحدث غدا أن تكون التفاهمات يا سيد الساحة وبالتالي عندئذ يكون نوع من الاستقرار آت إلى بلادنا ولكن ليست هناك حقيقة لا في اليمن ولا في العراق ولا في سوريا ولا في لبنان نبرة التفاهمات هناك نوع من الغموض في السكوت الذي يحدث على عدة محطات يعني مثلا لنأخذ العراق مثلا العراق يسجل وبإذن الله سيسجل انتصارا حاسما على الدواعش وأمثالهم في الموصل وغير ذلك إنما الأمران ليس واضحين هما مصير الحشد الشعبي في المستقبل العراقي وأيضا يعني مصير العلاقة التي يريدها الرئيس الوزراء حيدر العبادي وقادر على تنفيذها نحو السنة في العراق يعني ليس كافا أن نقول لقد تمكن حشد الشعبي من الحاق الهزيمة بداعش ومن ثم نعود إلى المشاكل التقليدية ما بين السنة والشيعة في العراق وعند إذن يعني تعود الأمور يعني سامحت بتفريخ داعش تماما أخذت الكلمة من تني مثل بيقوله يعني فعلا يعني هذا داعش في أسباب أحد أسباب ظهور داعش هو تفكيل الشيش العراقي على أيدي طبعا أثناءها جورج دابليو بوش نعم ولكن يعني أن يقال لنا أنه تم الانتصار على داعش والسحق داعش غدا يتفرخون هؤلاء العقائديين أو الإرعابيين غدا يتفرخون بأسماء جديدة وتعود تلك الشركة المساهمة التي تحدثت عنها في المقالة يعني تقريبا كوكتيل استخباراتي والتي يستفيد منها كل اللاعبين بستثناء شعوبنا بالتأكيد بأي حال لمحتي أنه ما في مقعد خليجي أو عربي على طاولة التفاهمات الأمريكية الروسية ولكن إيران وتركيا ضلع المثلث مع روسيا يعني في غياب عربي وسألتي أي الدواعج ستفرخ إذا كانت العلاجات مفصولة أو منفصلة عن معالجات سياسية جذرية ضرورية أنا أخشى هذا الشيء سياسية بتقصتي أيضا بشكل الأنظمة إذا ما نحكي مثلا عن سوريا بمستقبل النظام السوري اللي كما يبدو اليوم عاد مطروح أو على الأقل أرجع البحث فيه يقولون حسب ما يقولون في الهيئات الدولية يعني المعنيين هؤلاء كان معيين يعني جزء من المعنيين بالبحث عن تسوية للموضوع السوري يقولون إنما تم الاتفاق لي هو أن تتم بدك تقولي قشر الطبقات يعني طبقة بطبقة ما بعد الرقة الجيوب الهادئة ما بعد الجيوب الهادئة التسوية السياسية وفي رأي بعضهم تلك التسوية السياسية الضرورية لن يتحمل نظام بشار الأسد من أن يكون جزء منها لأنها تعددية وليست ولا تقوم على الاستفراد كما هو الحال الآن وبالتالي شيئا بشيء سيزول سيزول ذلك النظام كما هو عليه الآن وهكذا يقولون يعني إنما الخوف من أن ليس هناك كما يقال ليس هناك شيء ثابت بقدر ما المؤقت يعني المؤقت هو يبدو أحيانا هو الثابت هو الدائم فسنرى كيف ستت علينا أن نراقب ماذا ستفعل روسيا يعني روسيا بالتأكيد تلعب ورقة مهمة روسيا تريد نظام الأسد وبقاءه بشكله النظام النظام روسيا تختلف عن إيران في الأولوية روسيا تريد أركان النظام تريد النظام في سوريا أن يبقى بالجيش بالتركيبة يعني نعم ولكن رأسه يبدو لي أن إيران هي التي تتمسك بالرأس أكثر من روسيا يعني إيران تتمسك ببشار الأسد أكثر من ما يبدو أن روسيا تتمسك به وأنا لا أقول أنها تتخلى عنه الآن نعم أقول لربما لاحقا وذلك لأن بشار الأسد هو في الواقع وسيلة ضمان الامتداد الإيراني عبر سوريا يعني أقله في هذه المرحلة التردد في الموقف الأمريكي هو الذي يسمح للإثنين بأن يغمر أكثر وأكثر للإثنين يعني الروسي والإيراني لأن الرهان ما زال على الآتي أمريكا ليست جاهزة أن تدخل الحلبة هكذا هكذا كان الاستنتاج الروسي والإيراني وهكذا فعلا كان الواقع الشعب الأمريكي لا يريد أن يكون جزءا من هذه الحروب هنا في سؤالين أول سؤال أي تسوية سياسية برأيك قابلة للحياة إذا بمتنى رأس نظام يعتبر أكثر من 80% من الشعب السوري خلينا نقول 70% أنه هو أتله وهجره يعني كيف بدأت تنجح أي تسوية سياسية ضد أكثرية النسيج نسيج الشعب السوري ماذا فيه رولال دعونا نكون واقعيين حاليا التوافق الأمريكي الروسي بصمت أو باضطرار عربي خليجي هو إنهاء أو الانتهاء من المعارضة السورية المسلحة بالذات والمعتدلة منها ليس فقط من داعش لا مش بطرف الطريق بقرار مش بس بالطريق يعني بالتأكيد يعني المعارضة السورية لعبت أدوار بمسيئة لنفسها إنكو سيمة يعني بتقسطي تعدد العنوين اللي هارفها مين عا بدعمها؟ يعني مين هل غياب الدعم ما أخذوا غياب الدعم هلأ يعني بدأ قرار الرسمي للولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب هو هو إبراز في الواقع ما كان قد حدث في عهد باراك أوباما ولكن إبرازه بصورة رسمية التخلي عن تسليح وتشجيع وتدريب المعارضة التي اعتبرتها الولايات المتحدة المعارضة المعتدلة فهناك موافقة أمريكية روسية على احتواء المعارضة السورية ولكن حسب مفهومي وحسب ما تقول لي المصادر الدولية ليست هذه المحطة الأخيرة ليست هذه نهاية المطاف يعني إنها مرحلة انتقالية إلى جديد في سوريا يتطلب عملية سياسية ليست تلك التي كانت موجودة في عملية جناب وهي العملية السياسية الانتقالية بكل معنى الكلمة ولكن نوع من هذه الانتقالية يقولون أيضا حسب ما يقولون أن التقسيم السورية مكلف جدا ماديا وبالتالي يستمعدون تطور المسيء والرهيب يقولون أن هذه المرحلة مرحلة تقاسم نفوذ وليس تقسيم سوريا لنرى لنرى السؤال الثاني ولنختم فيه هذا القسم يلي كمان شطحنا فيه بالوقت مسألة الانقسامات والمحاكمات الداخلية الأمريكية يلي عم تجعل المسائل استراتيجية بالمقعد الخلفي مثل ما كتبتي أديش بتأثر أيضا بالقرار الأمريكي تؤثر بصورة مباشرة على العلاقة الأمريكية الروسية يعني لا تنسي أن المحاكمات تتم على أساس التهمة تهمة افتراضية هي التهمة التواطق ما بين حملة وأركان إدارة ترامب وبين الروسية يعني هذه كلمة كبيرة التواطق ليس كلمة صغيرة يعني كلمة التواطق يعني خيانة فإذا ثبتت أن هناك ثبت التواطق كان لابد من المحاكمة على أساس الخيانة ولكن أنا أعتقد حسب ما يبدو أن عملية العزل الامبيتشمنت التي يعني يتحدث بها البعض تبدو لي بعيدة حتى لو كانت قريبة لأنها تتطلب إجراءات يعني إجراءات تتطلب أن تأخذ الكثير من الوقت كل هذا لا يعني شيء في الولايات المتحدة كل شيء يمكن أن يحدث إنما إذا ثبت التواطق كل شيء يصبح ممكنا في الواقع وبالتالي هذا يؤثر تماما وكليا على العلاقة مع الروسية والتفاهمات مع الروسية تلاحظين في الفترة الأخيرة هناك حملة انتقامات من العقوبات والمعارك دبلوماسية في البحث ذاته هناك تفاهمات تتم وراء الكواريس حول المواضيع الإقليمية بالذات المنطقة العربية بالذات سورية لأن الكلام عن أوكرانيا أو القرم ليس واردا في هذه الأيام بعد الفاصل ننتقل إلى لبنان لحظات ونعود ترجمة نانسي قنقر